مرحبا و اهلا و سهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية اليوم رح نحكي عن لاحقة جدا مهمة هي اللاحقة دك طبعا اللاحقة دك اللي متابع معنا بالمستويات ما رح تشوفوها موجودة كاملة بالشرح اللي انا رح اشرحو بالمستوى مثلا بابير او بائكي لا رح تشوفو استعمالات اللي هوا مباشرة داخلين بالاستعمالات بدون ما يشرحوا شو هي اللاحقة دك انا ما بحب هاي الطريقة بل بصراحة يعني انا لما بدرس طلابي يعني الطلابي الخصوصي بشرح اللاحقة دك كاملة بعدين انو شو هي شو استعمالاتها شو معناها الحقيقي وفي لها طبعا يتغير معناها هي رح تشوفو بعد شوي حسب شوي يجي بعده وبعدين ناخد شوي شوي شو الشغلات اللي ممكن تجي بعده ولي ممكن تغير هاي اللاحقة لذلك انا رح اطد هذا الدرس اليوم ممكن ما تشوفو موجود بالبابير او بالبائكي اللي متابعين معنا حسب الكتب بس اكيد رح تستفيدوا منو انا متأكدة وبعدها رح نشرح كل شي موجود بالكتب بتكونوا انتو اصلا فهمتو ذك شو هي لما منيجي على الكتاب نشرح شو الدرس اللي فيه ما في داعي نرجع نعيد من الصفر اللاحقة ذك فيه كتير ناس يستصعبوها هي بالاساس مانا صعبة كتير سهلة بس يتغير معناها حسب شوي يجي بعده ولانه فيه كتير شغلات تيجي بعده فالناس بتحسها صعبة لكن هي بالحقيقة ابدا مصعبة بس انه فيها كتير اشكال لللاحقة ذك قصدي كتير اشياء رح تيجي بعده بالاصاح يعني دهد ورسو وهي اللي رح تغير لي معناها فاليوم رح ناخد المعنى الكامل او العام لللاحقة ذك وبعدين شوي شوي رح نقسمهم على فيديوهات ناخد كل شي خص هاي اللاحقة بدي تعذروني على صوتي لانه مقربة وحولت انه اخر الفيديو بس كتير ما عم يروح يعني ما عم يتغير صوتي فبعتذر منكم بس كتير مقدما هذي باش ليالو اول شي لازم نتعلم كيف تتكون اللاحقة ذك يعني لمين بدي اضيفها شو هي اللواحقة لي ممكن تتصل فيها رح تشوفوا هاي التركيبة فعل زائد اللاحقة ذك زائد ايالك ايكي ايالك ايكي لا يعني لاحقة الملكية هاي الثلاث نقاط ثابتة مع اللاحقة ذك فعل زائد اللاحقة ذك زائد زائد إيالي كأكي بلاحقة الملكية بعد لاحقة الملكية رح يجيكم كتير أشياء هي اللي رح يتغير لي معنى اللاحقة دك ممكن يجي اسم وهذا اللي رح نحكي عنه اليوم ممكن يجي ممكن تجي كلمة سوريجة ممكن يجيني مفعول به ممكن يجي دا أو دي زمان دان بيري جيبي كل هاي الأشياء رح أضيفها أنا لنفس التكوينة الأولى اللي حكينا عنها فعل زائد زائد إيالي كأكي ولكن كل كلمة أنا أضيفها رح تغير لي معنى هاي التركيبة لهالشي أنا أقول أنه اللاحقة دك من اللواحق مو صعبة لأنه تركيبة واحدة ولكن فقط أنا بدي أفهم أعرف الكلمات اللي تيجي بعدها وهي كلمات بسيطة كيف تغير لي المعنى نجي على اللاحقة دك اللاحقة دك بما أنها تبدأ بحرف دي فأوتوماتيكيا رح يتحول إلى تي يعني رح يصير تك بعد حروف فستك تشهاب هاي قاعدة ثابتة فستك تشهاب ما منها مفر دائما أي لاحقة تبدأ بحرف دي تتحول إلى تي عندي نقطة ثانية هي حرف الك رح تشوفوا رح يتحول إلى يمو شق يعني رح يصير اللاحقة د أو تي رباعيات طبعا يعني دك 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 أو تك تيك تك تك ليش يتحول الك إلى يمو شق لأنه بعده لاحقة الملكية مع جميع الضمائر مع دا أونلار رح تبدأ بحرف صوتي فرح تحول لي يمو شق عفوا نحرف الك إلى يمو شق في ناس أو مدرسين يعطوكم اللاحقة مكتوبة د د هي دك زائد ال ا هي واحدة من لواحق الملكية يعني للضمير أونن وانتو تغيروا لبقية الضمائر لواحق بقية الضمائر مثل ما حكينا اليوم رح نحكي عن اللاحقة الضك لما ييجي بعدها اسم يعني بعد هذا التكوين فعل ضك ياليك اكي ملكية يعني بعدها رح يجي اسم لما يجي بعدها اسم رح تعطيني هاي التكوينة التركيبة طبعا اللاحقة الضك معنى يشابه الاسم الموصول بالعربي يعني الذي التي الذين وهكذا كلمة الذي والتي نحن أخذيها من قبل بمعنى اللاحقة كي ولكن هديك مع الاسماء هون عندي فعل يعني الذي هنا كي الذي في البيت كي الذي على الطاولة كي لكن لما ييجي بعد الاسم الموصول فعل يعني البيت الذي اسكنه فعل اسكنه او ساسكنه او سكنته ما عد فيني استعمل كي هون لازم استعمل اللاحقة ضك او اجاك و اجاك رح ناخده بعد شوي عندي ملاحظة هون اللاحقة ضك بهي التركيبة لما ييجي بعد اسم رح تحكي عن رح تعبر عن الحاضر والماضي حصرا ولا تعبر عن المستقبل يعني مثلا بدي اقول اليوم الذي جئت فيه او اليوم الذي تأتي فيه لكن اليوم الذي ستأتي فيه لا ما اضيف الضك رح اضيف غير شي رح نعرفه بعد شوي خلينا ناخد امثلة مباشرة مثلا رح نترجم هاي الجملة اليوم الذي جئت انت فيه كان جميلا جدا هون بهي التركيبة لما يكون عندي اسم موصول زائد فعل بمين بدي ابدأ الجملة رح ابدأها بهي التركيبة بالفعل زائد دق زائد ملكية فيه ناس رح تقول نحن بالعادة الفعل بنهاية الجملة صح لكن هذا مو فعل رئيسي هاي التركيبة عم تعطيني صفة عم تعطيني صفة لا الاسم اللي بعده ممكن يجيني فعل بنهاية الجملة هون ما اجتني صفة جميل مثلا تمام فرح نبدأ بالفعل قال قال دين دي هي دك تحول الكائلة مشقة وإن لاحقت الملكية تبعا أنت سنين قال دين سنين قال دين جن اليوم الذي جئت فيه اليوم جن الذي جئت قال دين وين كلمة فيه كلمة فيه وعليه ومنه صارت داخل الكلمة يعني داخل التركيبة ما عاد انترجمة قال دين جن تشوك جزال كان جميلا جدا جملة أخرى الشركة التي أعمل فيها ليست شركة عادية الشركة التي أعمل فيها رح أبدأ جملتي بهي التركيبة الشركة اسم التي أعمل فيها هي الفعل أعمل فعل العمل تشلش تشلش رح أضيف ت يعني ما أضيف حرف دي لأنه فستكتش هاب تشلش طام ليش أم أنا اليوم لبست فستان عادي سرادان بيلبسه فلانا هي بالنسبة إلي صديقة عادية يعني مو صديقة خاصة سرادان بأركضاش اليوم أنا مريت بيوم عادي ما في شي أي شي مميز سرادان بيقن فشلش هون هون عندي فستكتش هاب فما رح أضيف دك رح أضيف تك ورح أضيف تك لأنه عندي حرف صوتي توق بلوش تومز تحولت الكائلة يومش وضف نحن بزم بزم لاحقت نحن للملكية طبعا لازم تكونوا تعرفوا الملكية تماما لحتى تتقنوا هذا الدرس بلوش تومز يار المكان الذي التقينا فيه شهانيدي شهاني يعني رائع شهانيدي شهانيدي يعني كان رائعا كان رائعا بلوش تومز يار شهانيدي لاحظوا انه انحنا ما فينا نضيف بان وسان و او اذا بدي اضيف ضمائر فانا راح اضيف بنم سنن اون ليش لانه عندي لاحقة ملكية فما فيني اضيف ضمير شخصي عادي لازم اضيف ضمير ملكية طب انا لو ضفت اسم ما ضفت ضمير بان او سان ولا بنم او سن ضفت الي مثلا الحادث الذي تعرض له علي كان سيئا هون كمان لازم اضيف لاحقة المضاف اليه اللي هي نفس تقابل لواحق الملكية الين الين درس المضاف اليه من المستوى الاول كل دروس المستويات كل روابط المستويات فيكن تلاقوها تحت بصندوق الوصف هو فعل التعرض لكذا او امضاء كذا ضفت اي شو هي هي لاحقة الملكية للضمير اون مين اون ما قالت اون قالت الي يعني عوضنا بدل الو الي بدل اون الين 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 اجر دي كذا الحادث كذا طبعا فينا نحن ننفي هاي العبارات كيف انفيها ما الى نفي خاص دائما نفي الافعال باللغة التركية هي اني اضيف بعد جذر الفعل مباشرة فقط انه انا بحالة النفي رح يكون عندي لاحقتين بس يعني رح تكون مضك او ميديك بعدين احول الكي الى يوم مشكل يعني رح تختفي لاحقتك لانه ما عد عندي فستق تشهاب خلاص صار عندي ما او ما بس يعني ناخد مثال مثلا نفي مع سؤال هل لا اخبرتني عن الاشياء التي لا اعرفها الاشياء التي لا اعرفها رح ابدأ الجملة دائما بهي التركيبة فعل المعرفها بال لا اعرفها بالم بالمديم بالمديم شيلار بالمديم شيلار سويلار مثل هل اخبرتني فعل الاخبار يأخذ قبل لاحقة المفعول به فاقول بالمديم شيلار سويلار مثل بالمديم شيلار سويلار مثل فانفي عادي مثل اين فيه للفعل طيب إذا أنا بدي أحكي بنفس الطريقة ولكن عن شيء في المستقبل المكان الذي سأذهب إليه الموضوع الذي سأتحدث فيه ما فيني أضيف اللاحقة ذكي إلى مقابل اللاحقة ذكي بهذه التركيبة كنت تعبر عن الحاضر والماضي إلى مقابل اللاحقة أجاك وإيجيك نفس التركيب راح تكون فعل زائد أجاك أو إيجيك مسبوقين بحرف الحماية إذا لازم زائد ضمائر الملكية عفوا لواحق الملكية انتبهوا مو لواحق الضمائر الشخصية تبع الزمن المستقبل زائد اسم اشلون أفرق أنا بين هاي وبين المستقبل المستقبل العادي هو فعل أساسي رئيس يأتي في نهاية الجملة وتتبعوا لواحق الضمائر الشخصية العادية أم سن سنزز وهكذا هون لا هون راح يكون مثلا خلينا أخذ مثال الموضوع الذي سأتحدث فيه هامون جدا سأتحدث سوف أتحدث نفس التركيبة راح أبدأ فعل بحسات بحسات هو التحدث أو الشرح أو إخبار مثلا ممكن نقول بحسات بحسات جيم كونو بحسات جيم كونو حرف الت تحول إلى د لأنه إجا بعضه صوتي بحسات جيم الكي نفس الحالة قبل شوي كمان تقلب إليه مشقة لأنه راح يجي بعضه لاحقة الملكية بحسات جيم بالمستقبل كنا نختصر الفعل فنقول بحسات جيم هون لا ما يصير أختصر لازم أقول الفعل كامل لأنه هذا ما عد فعل رئيسي هذا يعتبر صفة لما بعده للإسم بحسات جيم كونو الموضوع الذي سأتحدث فيه توق أناملي بحسات جيم كونو توق أناملي الموضوع الذي سوف عفوا سأتحدث فيه أو سوف أتحدث فيه مهم جدا كمان ممكن أنفي بهذه الطريقة مثلا جملة لن أذهب إلى نفس المكان الذي ستذهب إليه المكان الذي ستذهب إليه سنين أنت سنين الفعل جتمك رح يصير عفوا جيداجين يار سنين جيداجين يار جيداجين هي جتمك تحولت التائل عدية لأنه أجب بعد صوتي جيداجك لكي قلبت إلى يمشق جيداجين لاحظوا ضفنا إن لاحقة الملكية وليست سن لاحقة الضمير الشخصي تبع المستقبل غير هاي غير لاحقة سنين جيداجين يار المكان الذي ستذهب إليه سنين جيداجين آين يار جتميجا آين يار نفس المكان آين يار إلى نفس المكان المكان جتميجام جتميجام سوف لن أذهب هون هذا صار عندي فعل رئيسي فعل في الزمن المستقبل صح أنتوا تشوفوا نفس اللواحق لكن نفسها هي اللاحقة أجاك وأجاك رح ترجعوا تشوفوها بطريقة أخرى رح ترجعوا تشوفوها إنه هي تعمل من الفعل صفة يعني مو دائما هي بس خاصة بالمستقبل تمام هاد أول درس لللاحقة ذك رح تشوفوا إلو اتباع يعني رح تشوفوا فيديوهات تتبعوا وتتكلم عن النفس اللاحقة ذك ولكن مع الاستعمالات الأخرى لكن هاي هون اليوم الأساس اللي احنا أخدناه إنه اللاحقة ذك تتصل بالفعل ويتبعها ملكية هاي ثابتة يتغير الذي بعدها ويغير معناها إن شاء الله يكون درسنا اليوم سهل وبسيط إن شاء الله استفدتم منه وظلوا دائما بخير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر